السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد في حصة اليوم سننجز رائز تقويم تشخيصي لمادة النشاط العلمي للمستوى الثالث من التعليم الابتدائي إذا نبدأ بالنشاط الأول النشاط يقول أربط كل حاسة بما يناسبها إذا لدينا أربع حواس حاسة البصر حاسة الشم حاسة اللمس ثم حاسة الدوق سنربط كل حاسة بالصورة المناسبة نبدأ بالصورة الأولى هنا لدينا طفلة تحمل يعني وردة تشتم رائحة الورد إذن هذه حاسة الشم ثم في الصورة الثانية لدينا طفل يحمل قطة ويتحسس بيديه فوق أو يلمس القطة بيديه يعني حاسة اللمس الصورة الثالثة لدينا طفل يقوم بالنظر عبر المجهر إذن حاسة البصر والصورة الآخرة لدينا طفلة تأكل المتلجات إذن تتذوق المتلجات باعتماد حاسة الدوق نمر إلى النشاط الثاني النشاط يقول أضع علامة مضروبة في جانب الأشياء التي أميزها باللمس إذن ماء بارد وماء ساخن إذن صحيح يمكن أن أميز بحاسة اللمس يعني إذا كان الماء باردا أم ساخنا مالح وحلو وحار هذا غسو حاسة الذوق رائحة زكية إذن حاسة الشم موسيقى رائعة حاسة السمع طعام محترق إذن طعام محترق حاسة الشم وحاسة البصر كذلك ثم معطف رتب حاسة اللمس النشاط الثالث الآن أكتبوا أسفل كل رسمين صوت مزعج صوت غير مزعجين إذن عصفور زقزقة العصافير إذن صوت غير مزعجين ثم صراخ الطفل الصغير صوت مزعج ثم هنا لدينا أصوات الحيوانات أو نباح الكلاب فهو صوت مزعج وآخرا لدينا الموسيقى صوت غير مزعج نمر الآن إلى النشاط الموالي النشاط الرابع ثم يقول أربط كل عبارة بتتمتها المناسبة حواسي تحفظني من ماذا من الأخطار أو من تعرف محيطي تحفظني من الأخطار حواسي تمكنني من تعرف محيطي إذن حواسي تمكنني من تعرف محيطي نمر الآن إلى التمرين الموالي التمرين يقول أشطب على السلوكات التي تضر حواسي إذن بالنسبة للسلوك الأول هنا يغسل الطفل أسننه بالفرشات هذا السلوك لا يضر الحواس بالنسبة للصورة الثانية هنا لدينا طفل يستعمل الهاتف في الظلام إذن هذا التصرف يضر حاسة البصر إذن سأشطب على هذا السلوك ثم السلوك الموالي فهنا طفل يلعب فهذا التصرف لا يضر بالحواس هنا لدينا طفل يقوم بتنظيف أدنيه باستعمال آلة حادة فهذا التصرف خاطئ ويضر بحاسة السمع التصرف الموالي طفل يشتم زهراء فهذا يحفز حاسة الشم لذلك يعتبر تصرف صحيح أما بالنسبة للصورة الأخيرة فهنا لدينا طفلة تقوم بزيادة النار وهذا التصرف خاطئ سيؤدي إلى احتراقها لا قدر الله فهذا التصرف خاطئ إذن لدينا ثلاث تصرفات خاطئة وثلاث تصرفات سليمة نمر إلى السؤال السادس أربط بخط كل مفصل باسمه إذن لدينا أربعات المفاصل واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن لدينا مفصل الركبة مفصل الكوع مفصل المرفقي أو عفوا المرفقي مفصل المرفقي ثم مفصل الكاحل لفرجل في الأسفل وهكذا نكون قد أجبنا عن السؤال السادس السؤال السابع أكتب نوع حركة دراعي المتسابق أهي في حركة دوران حركة بسط أو تني بالنسبة للصورة الأولى فهنا حركة تنيين إذن لدينا تني نكتب تنيين بالنسبة للصورة الثانية فهنا حركة بسط إذن بسط يبسط يديه يعني كيسرها بسط نمر إلى التمر الموالي أرتب العبارات التالية من واحد إلى ثلاثة وأعيد كتابتها في الأسفل إذن وأمارس تمارينا ريادية لأحافظ على صحة مفاصلي أتناول غداء متوازنا الجملة الأولى هي لأحافظ على صحة مفاصلي أتناول غداء متوازنا وأمارس تمارينا ريادية إذن نكتب هذه الجملة لأحافظ لأحافظ على صحة مفاصلي أتناول غداء 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 متوازنا وأمارس أمارس تمارينا رياضية نمر إلى التمرين التاسع أرتب الوجبات ثم أسمي كل وجباتين إذن نرتب الوجبات من واحد إلى ثلاثة أول وجبة تكون لدينا في الصباح هي وجبة الفطور إذن وجبة الفطور تكون لدينا رقم واحد يكون فيها الحليب الشاي الجبن إلى آخره الوجبة الثانية هي وجبة الغداء إذن نكتب فيها رقم اثنان إذن لدينا هنا طاجين وفي وجبة العشاء إذن لدينا وجبة العشاء إذن لدينا وجبة العشاء إذن نكتب فيها رقم ثلاثة إذن تأكل هنا الماكرونة نكتب أسماء الوجبات إذن لدينا خطور غداء أو غداء عفوا وجبة الغداء ثم وجبة العشاء نمر إلى النشاط العاشر النشاط يقول ألوين الأدراس بالأسفر والقواطع بالأخضر والأنياب بالأحمر ثم أكمل الجدول إذن لدينا هنا فكي الإنسان والعming العلوي والفك السفلي سنحشب عدد الأدراس سنحشب عدد القواطع وعدد الأنياب نبدو بالأحمر لدينا الأنياب بالأحمر سنكون بالأنياب إذن الأنياب لدينا هذا ناب وهناpoweredنا ناب هذا في الأعلى في الأسفل لدينا ناب وهنا لدينا ناب. بالاخضر لدينا القواطع. القواطع اللي كيكونوا في الامام. كيكون لدينا ربعة دي القواطع. ربعة الاسنان. ربعة القواطع. بالنسبة للأدراس هدو كلهم ادراس تلونهم باللون الاصفر. بالنسبة لعدد الادراس نحسب واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احد عشر اثنى عشر. اثنى عشر في الفكين معا السفلي والعلوي. عدد القواطع. اذا بالنسبة للقواطع عدنا اربعة في الفكس العلوي. واربعة في الفكس السفلي. تمانية. عدد الانياب عدنا اثنان اثنان يعني اربعة. نمر الان الى النشاط المولي. النشاط رقم احدى عشر. النشاط يقول احدد اسم ودورة كل سن. اسم الدور. اذا دور هذا السن هو دور هذا السن هو درس قاطعة. اذا هذا درس. وهذا السن هذه قاطعة. دور الدرس هو الطحن. الطحن والسحق. سحق الطعام. والسحق. دور السن القاطعة هو القطع هو التمزيق. بالنسبة للتمزيق نخليه الانياب القطع. اذا القطع. نجلوا بين قوسين الطعام. طحن وسحق الطعام. هنا يا القطع. قطع الطعام. نمر الان الى النشاط رقم اثنى عشر. اكتب اوافق او لا اوافق امام كل عبارة. اغسل اسناني بالفرشات والسنون. اذا اوافق. اكتر من تناول الحلويات. لا اوافق. انام دون تنظيف اسناني. لا اوافق. ازور الطبيب عندما احس بألم في اسناني. اوافق. نمر الان الى النشاط الثالث عشر. ولاحظ الصورة ثم اكمل العبارة. ده الذين هنا مجموعة من الصور. والعبارة تقول ينتشر الصوت في الصورة الاولى. تدل على الماء. في الماء. في الماء. وفي الصورة الثانية الهوائي. في الماء وفي الهوائي. الصورة الثالثة. عندنا هنا اه الطاولة او قضيب من الحديد. وفي اه الاشياء. اذا الحديدية. نكتب. او النحاسية. الحديدية او النحاسية. كينا في الحائط والجدار او الجدران. وفي الجدران وخانا ما عدنا طاولة خشبية. يعني في الاشياء الخشبية. اذا هذا فيما يخص لاجابة عن النشاط الثالث عشر. نمر الان الى النشاط الرابع عشر. النشاط يقول الاحظ ثم اصل كل صورة بما يناسبها. صوت قوي صوت ضعيف شدته قوية شدته ضعيفة. اذا صوت قوية يوافق الصورة الثانية. صوت ضعيف خافيت يوافق الصورة الاولى. شدته قوية يوافق الصورة الثانية. شدته ضعيفة يوافق الصورة الاولى. اذا هنا لدينا الهمس. وهنا لدينا اذا يعني الشاب يقوم باستعمال مكبر الصوت يصرخ في مكبر الصوت. يعني ان هذا الصوت سيكون قويا طبيعة الحال. نمر الان الى النشاط الخمس عشر. ارتب مراحل صنعي الهاتف. اذا لدينا المرحلة الاولى هي هذه. اذا احضار يعني احضار الوسائل. الصورة الثانية ربط الوسائل. الصورة الثالثة استعمال هذا الهاتف. النشاط السادس عشر. اكتب نوع كل قوة. اذا اكتب نوع ديال كل قوة. بالنسبة للصورة الاولى هنا ادنا قوة حركية. حركية. الصورة الثانية مغناطيسية. الصورة الثالثة كهربائية. والصورة الرابعة عضلية. او ميكانيكية. نمر الان الى النشاط السابع عشر. اذا الاحظ صورة او صورة او صورة كل البذور. والنبات الذي ينمو بعدما انزرعنا بذرته البذور. النبات المغروس نغرس الشتلة. اذا نغرس شتلته. ادنا شجرة التفاح. شجرة التفاح. نغرس الشتلة. اكتب رقم واحد في نبات مغروس. شجرة الزيتون كذلك. نغرس الشتلة. يعني مغروس. نبات الذرة. نزرع البذور. ثالثا نبات مزروع. نبات الجذر. نزرع البذور كذلك. نكتب رقم ديالوف نبات مزرور. نمر الى النشاط الثامن عشر. وسمي عناصر نبتة الطماطم. سوف نسميه هذه العناصر. لدينا هنا زهرة. نبدأ بالاسفل جذور. جذور. ولا جذر. مهم جذور. ثم لدينا ساق. ثم لدينا اوراق. ثم هنا لدينا تمرة. تمرة. هذا فيما يخص لإجابة عن النشاط الثامن عشر. نمر الان الى النشاط الثاسع عشر. ثم ألاحظ عناصر النبتة ثم ألون نوع كل عنصر. هنا لدينا ورقة مركبة. ساق عشبي او جدع خشبي. بالنسبة للصورة الموالية جذر وتدي او جذر حزمي. هذا الجذر هذا فهو وثادي. بالنسبة للصورة الموالية ورقة مفصصة او ورقة كافية هذه ورقة مفصصة. نمر الى التمرين او النشاط رقم عشرون. ألون خانة العنصر الذي أكله مما يلي. يعني سألونه. كيف نأكله من هذا الخضر او هكي فوقه. الغشاء البذرة اللب هذا كنأكل منه اللب. بالنسبة للبازيلة فنأكل منها البذور البذرة. بالنسبة للجذر نأكل منه الجذر. بالنسبة للطماطم إذا نعيدنا الجذور الساق او التمرة نأكله التمرة. نمر الآن الى التمرين رقم واحد وعشرون. أضع علامة مضروبة في الخانة المناسبة. حيوان بري حيوان عاشب حيوان مائي حيوان لاحم حيوان له رئتين حيوان له غلاص. إذا لدينا الطائر حيوان بري. ثم لدينا الحوت حيوان مائي. الفيل حيوان بري. ثم الأسد أيضا حيوان بري. العصفور عاشب. ثم الحوت لاحم. الفيل عاشب. الأسد لاحم. حيوان له رئتين. الغلاصم. ما يسمى بالغلاصم. الفيل له رئتين. والأسد له رئتين. وهكذا نكون قد أجبنا عن النشاط رقم واحد وعشرون. نمر الآن الى النشاط رقم اثنان وعشرون. أرتب مراحل النمو التالية إذا لدينا البيضاء رقم واحد كتكوت خرج من البيضاء أو أثناء خروجه من البيضاء عندما تفقص البيضاء رقم اثنان كتكوت رقم ثلاثة والدجاجة أو التيك رقم اربعة نمر الى النشاط رقم ثلاثة وعشرون. اكتب صاد تحت الجسم الصلكب والسين تحت الجسم السائل القهوة السائل القهوة حرف السين الشوكولات الشوكولاتة حرف الشوكولاتة حرف الص cultures الصلب العصير سائل حرف السين المشروبات الغازية سائل حرف السين الماء مدنants حرف السين. كوس او الادوات الهندسية صلب حرف صاد. الماء او العصير حرف السين. التفاح صلب نكتب حرف الصاد. نمر الان الى النشاط رقم اربعة وعشرون. ارتبوا الاجسام التالية من الاقل صلابة الى الاكتر صلابة بكتابة الارقام من واحد الى اربعة. اذا الاقل صلابة هي برادة قلم الرصاص. نكتب واحد. ثم التي تليها من حيث الصلابة هو قلم الرصاص. نكتب رقم اثنان. قطعة الخشب رقم ثلاثة. والجذع رقم اربعة. نمر الان الى النشاط رقم خمسة وعشرون. وهو النشاط الاخير من هذا التقويم. اتم تنظيمة السنة الميلادية. اذا يناير مارس رقم واحد يناير رقم اثنان. اذا نكتب رقم اثنان فبراير. رقم ثلاثة مارس رقم اربعة ابريل. رقم خمسة ماي. رقم سيتا يونيو. رقم سبعة يوليوز. رقم ثمانية غشت. رقم تسعة شوتانبير. رقم عشر اكتوبر. رقم احدى عشر نوانبير. رقم اثنى عشر دوجانبير. وهكذا نصل الى نهاية هذا الفيديو. اتمنى لكم حظ موفق ان شاء الله. واتمنى ان تكونوا استفدتم من خلال انجاز والاجابة عن هذه الانشطة. نلتقي ان شاء الله في الحساس المقبلة لانجاز بقية الانشطة المتعلقة بتقويم تشخيصي في جميع مواد من اللغة فرنسية واللغة العربية. دمتم في رعاية الله وحفظه. الى اللقاء. اشتركوا في القناة